إذن مشاهدين سنتوقف حول آخر المستجدات التي تخص إيران وفيما يخص أيضا الأعلان الإيراني حول إعادة إنتاج خمسة كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب في هذا الخصوص أعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده باتت تنتج خمسة كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب يوميا أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين وذلك عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي الوارد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في العام 2015 صالحي أعلن أيضا أن بلاده صممت نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزي المتطورة بدأ اختبار إحداهما وأوضح صالحي أن بلاده دشنت يوم الاثنين ثلاثين جهازا متطورا للطرد المركزي IR6 داخل منشأة نطانز في تقليص لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى ونوه صالحي أيضا إلى أن طهران تمتلك حتى الآن في مفاعل نطانز ستين جهاز طرد مركزي من الجيل السادس وللعلم فأن جهاز الطرد المركزي هو عبارة عن جهاز يتم فيه توليد قوى الطرد المركزي عن طريق الدوران حيث تتجه الجزئيات الأكثر ثقلا إلى الخارج بعيدا عن محور الدوران وأما الجزئيات الأقل ثقلا فتبقى في مكان وسطي وهو ضروري في عملية تغصيب اليورانيوم الذي يدخل في تصنيع القنابل الزرية في المقابل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة على أشخاص ومؤسسات إيرانية وتزامن إعلان وزارة الخزانة مع الذكرى الأربعين لاقتحام مسلحين إيرانيين مبنى سفارة الأمريكية في طهران وتشمل العقوبات تسعة أفراد أبرزهم علي أكبر ولاية المستشار الخاص بخامنئي ونجل مرشد إيران مجبة خامنئي ورئيس السلطة القضائية ومؤسسة واحدة هي رئاسة أركان الجيش الإيرانية عموما لمناقشة هذا الموضوع والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن ديفيد بولوك كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أهلا بك معنا أهلا بكم بداية ماذا يعني إعلان إيران اليوم بأنها باتت تنتج خمسة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بالإضافة إلى تصميم نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزي طيب الحقيقة أن هذا نوع من الاستفزازات الإيرانية كالمعتاد الانتهاكات للاتفاق النووي استفزازات إيرانية سيد بولوك للولايات المتحدة الأمريكية أم للدول القوى الكبرى التي أمضت معها هذا الاتفاق في 2015 أنا أعتقد بشكل خاص لدول أوروبا لأن إيران هي التي تتم دول أوروبا بعدم محافظة الاتفاق النووي بسبب الأقوبات الأحدية الأمريكية ولكن التي أوروبا تحافظ عليها المعنى أن إيران لا تمتلك الطيبات الإقصادية التي كانت توقعها من قبل ولذلك أنا أعتقد أن هذا نعمل محاولات الضغط الإيراني على دول أوروبا لمحاولات جديدة من قبل تجانب الأقوبات الإقصادية الأمريكية على سبيل المثال البنك أو الحوالة الخاصة للتجارة الإيرانية الأوروبية التي اقترحتها أوروبا من قبل ولكن حتى هذه البنوك غير فعالية وإيران تريد نعمل التنازلات الإقصادية الأوروبية بسبب هذه الانتهاكات لكن الحقيقة أن أنا أقيم أن هذا الضغط الإيراني سوف يفشل لأن الأوروبيين في الفترة الأخيرة مدركين لهذه الألعوبة الإيرانية وليس هناك رغبة في أوروبا لتنازلات مجددات هناك تصريحات من قبل مسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدث بأنه ليس لإيران أي سبب منطقي لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم وهناك دعوة للعالم لإدانة خطوات إيران التصعيدية كيف يمكن أن تقرأ؟ صحيح لكن على الرغم من ذلك كما أنا أرى القوات الأوروبية والصين وروسيا كمان المعنى كل الخمسة زيد واحد باستثناء الولايات المتحدة مصرون على المحافظة على الاتفاق النووي على الرغم من هذه الانتهاكات الإيرانية والاستفسازات الإيرانية لذلك أنا لا أرى احتمال جيد لضغط أوروبي فعالي ضد إيران من أجل العودة إلى المحافظة على هذا الانتفاق لكن أنا أرى بدلا عن ذلك نعم من مرحلة جديدة استفسازات إيرانية محدودة غير خطيرة بالفعل المعنى أنه ليست لي هذه الاستفسازات ربما أصبحنا معتادين عليها ولكن أيضا هناك عقوبات أمريكية استمعنا بها اليوم تضم رئاسة أركان الجيش قائمة جديدة تضاف إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران نعم هذا دليل على الإصرار الأمريكي لما يسمى سياسة الضغط للأقصى أو الضغط للقصوى على إيران ولكن الضغط اقتصادي فقط حتى هذه اللحظة والحقيقة أنه أنا أخيم أنه بدون ضغط معنوي وديبلوماسي وحتى أمني على إيران هذه الأقوبات الاقتصادية لن تجبر إيران إلى تغيير السياسة الإيرانية العدائية بنسبة للملاف النووي ولكن في نفس الوقت نحن نرى الآن تأثير أنا أعتقد إيجابي بنسبة للقوى الاقتصادية الإيرانية في الخارج المعنى أن إيران ليست قادرة الآن بسبب هذه الأقوبات الأمريكية لتمويل حزب الله كما كان في الماضي أو لتمويل الحشد الشعبي في الإراق كما كان في الماضي ولذلك النتيجة في لبنان وفي الإراق الانتفاضة الشعبية ضد تأثير إيران على هذين البلدين نعم لو تبقى معي ضيفي السيد بولوك سنعود الحديث أكثر عن إيران ولكن من زاوية أخرى على وقع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية سلوك طهران النووي المريب تمر الذكرى الأربعين لأزمة اقتحام مقر السفارة الأمريكية في طهران على يد أنصار الثورة الإسلامية عام 79 ذكرى عادت لتعيد للأذهان أن النهج العدائي الإيراني تجاه واشنطن ليس بجديد بعد النتائج التي وصلنا إليها والحقائق التي باتت لدي الآن لو قدر أن يعود بالتاريخ إلى ذلك اليوم لما فعلت ما قمت به ندم واضح في كلام إبراهيم أصعرزادة أحد القادة السابقين للطلاب الإيرانيين الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران قبل أربعين عاما فالخطة كانت تقضي بتنظيم اعتصام أمام السفارة لكن الأمر خرج عن السيطرة وتحول الاقتحام وأخذ رهائن بأمر من الخميني لتقوية موقف جماعته من المتشددين الإسلاميين والنتيجة كانت اندلاع أزمة رهائن استمرت أكثر من عام 52 دبلوماسيا أمريكيا احتجزهم أنصار مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني رهائن في الرابع من نوفمبر من عام 1979 وأفوض عليهم الولايات المتحدة مقابل تسليم الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي ليحاكم في إيران ولم تنتهي الأزمة إلا بعد 444 يوما عقب وفاة الشاه في مصر بعد ذلك حولت سلطات الخميني التي سيطرت على البلاد مقر السفارة الأمريكية إلى متحف ليستمر التوتر في العلاقات بين البلدين إلى يومنا هذا وعنوانه الأبرز العداء تجاه كل ما له علاقة بالولايات المتحدة عداء ما زال يعتبر شرطا أساسيا لدخول نادي القادة في إيران أولئك القادة الذين يحرصون على إبقاء شعارات مثل الموت لأمريكا في الشوارع وعلى واجهات المباني شعارات تسقط أمريكا التي رفعها منفذ العملية آنذاك رفضا لوجود موطئ قدم أمريكي في إيران هي ذاتها يرفعها نظام طهران وأنصاره منذ أربعة عقود في إصرار واضح على المضي قدما في نهج العدائية المتأصل في نظام الملالي تجاه واشنطن لكن وفي مقابل هذا العداء لم تيأس الولايات المتحدة من محاولة إقامة علاقات طبيعية مع إيران وفي هذا السياق أصدر البيت الأبيض بيانا بمناسبة ذكر احتجاز الرهائن دعا فيه النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه العدائي وإلا ستستمر العقوبات البيان أشار إلى أن على قادة إيران أن يقدموا مصلحة شعبهم على أي شيء آخر بدل أن يكونوا الرعاة الرئيسيين للإرهاب في العالم مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني وتسعى إلى السلام وقد حان الوقت للنظام الإيراني لأن يختار السلام بدلا أن أخذ الرهائن والاغتيالات والتخريب والقرصنة البحرية وبدلا عن الهجمات التي يستهدف بها أسواق النفط العالمية أعود من جديد إلى ضيفي ديفيد بولوك 40 عاما على اقتحام السفارة الأمريكية في طهران أو ما يعرف بأزمة الرهائن إلى أي مدى هذه الأزمة وبعد 40 عاما ما زالت تلقي بظلالها على العلاقات الأمريكية الإيرانية لحقيقة أنه أنا شخصيا أنا فاكر هذه الأزمة لما كنت طالب صغير هنا في واشنطن ولكن أنا أعتقد أنه عند المسؤولين الأمريكان هذا الذكرى لا يزال شديد قوي في عقولهم والحقيقة أنه على الرغم من محاولات بعد الرؤساء الأمريكان السابقين كبيل كلينتون أو كباراك أوباما بشكل خاص لإلغاء هذا الذكرى أو لتخفيف هذه الشعور العدائية هذه الصفحة كانت هناك محاولات صحيح نعم إيران هي التي رفضت الاتصالات المباشرة في أعلى مستوى مع الرؤساء الأمريكان إيران هي التي رفضت العلاقات الجيدة أو الطبيعية بين إيران وأمريكا وأنا أعتقد أن هذا قرار المرشد الأعلى صحيح أنه هناك في طهران بعض المسؤولين كربما الرئيس روحاني أو ربما الرئيس ختمي في الفترة السابقة الذين كانوا يريدون العلاقات الأحسن التحسين العلاقات مع أمريكا ولكن هذه الأزمة سيد بولوك ألم تدفع طهران ثمنها خلال أربعين عاما من العزلة؟ نعم صحيح العزلة بنسبة لأمريكا ولكن للأسف الشديد كما أنا أقيم شخصيا إيران نجحت في تجانب هذه العزلة بنسبة للعلاقات إيران مع أوروبا أو مع القوات الأخرى الأسيوية الأفارقة أو القوات العظمى في الصين أو في روسيا ولذلك إيران إلى حد ما نجحت عن تتجانب العزل من قبل أمريكا والأقوبات الاقتصادية الأمريكية ونجحت بنسبة لتنمية اقتصادية وعلمية ونجاح ديبلوماسي وعسكري في المنطقة إلى حد ما لكن الآن نحن نرى أنا أعتقد تغيير جوهري في هذا المشهد إيران الآن اللافت أيضا بأن الإيران قصص كثيرة لاقتحامات السفارات والهجوم عليها يعني بال87 كان هناك هجوم على السفارة السعودية بال2006 للسفارة الفرنسية وأيضا للسفارة البريطانية كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ هل هناك تحريد من قبل الحكومة للمتظاهرين للهجوم على هذه السفارة؟ طبعا هذا نوع من التخريب وهذا طبعا يخالف كل القواعد وكل القوانين الدولية وكل التقاليد الدبلوماسية في العالم ولذلك أنا أعتقد أنه الآن نحن نرى نعو من الغضب الأوسع في العالم تجاه إيران من قبل العرب في الخليج بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام وحتى من قبل بعض دول أوروبا التي الآن كما أنا ما ذكرت الآن هم يدركون بشكل أوضح ماذا هي نوايا إيران الحقيقية؟ هل إيران هي ضحية الأقوبات الأمريكية؟ أم لا؟ أم هي المتهمة بإجبار أمريكا لفرض هذه الأقوبات؟ وإجبار العالم حتى في المجلس الأمن في الأمم المتحدة في فترة بارك أوباما؟ مع إجماع دول أقوبات شديدة اقتصادية ضد نظام في تهران بسبب البرنامج العسكري النووي والحقيقة أنه نحن نرى الآن أن هذا البرنامج العسكري النووي هو سبب واحد لفرض الأقوبات والتباين بين إيران والعالم والإجماع الدولي لكن السبب الآخر وأنا أعتقد الأخطر هو تحرك إيران غير نووي في المنطقة التخريب والإرهاب والتدخلات العسكرية والمليشيات الطائفية المنتشرة من تهران عبر حدود إيران إلى العراق إلى سوريا وحتى إلى لبنان والبحر الأبيض المتواسط لذلك أنا أرى في التظاهرات في العراق وفي لبنان وفي الردود الأفعال الأوروبية ضد تهران في هذا الذكرى العربعين كما أنت ما ذكرت للاقتحام على السفارة الأمريكية في تهران أنا أرى نوع من إشارات جديدة لإدراك أكثر واقعي في العالم ضد تهران ضد نظام في تهران وليس ضد الشعب الإيراني وهذه نقطة مهمة جدا أشكرك جزيلا شكر ضيفي من واشنطن ديفيد بولوك كبير البحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى شكرا جزيلا لك العفو إلى اللقاء اشتركوا في القناة